مرحبا بكم في قناة يوتيوب بيا باري القناة لي تذلكم على الأعشاب الطبيعية والعلاج الطبيعي المجرب في الشهر رمضان الشهر الفضيل الشهر الكريم وخمنت في هذا الشهر بيسحكم باش تشربوا عصير التمر الهندي هذا التمر الهندي اللي ينقص بالعطش اللي حسينه به في النهار كامل وزيد فيه منفعة كبيرة للصحة التانى معمر بالفيتامين فيه الكالسيوم فيه الحديد فيه الماغنيسيوم فيه الفوسفور فيه الزنك فيه البوتاسيوم فيتامين سي بي دوز بي تخوى بي دو بي ا ا في ال ا في ال ا راكو تشوفو الفيتامين الكبيرة اللي فيه نعمة من نعم الله سبحانه و تعالى اللي اتعانها ولازم نفكروا فيها ومستعملوها باش نطول مناعات تانى لكي تكون المناع قوية نقدروا ندفعوا الامراض اللي تدخل الجسم تانى تكسبح أن النقص من الكوليستيرون في الدم لقص المدهون الزائدة 아니� الله ننقض الشرايين تنقى الشرايين من الدهون والدهون التولاتية التي تسبب في السكتة القلبية تنقى الغلغارة الناس الذين لديهم التهاب في الحنجرة مليح للقصبة الهوائية الجهاز التنفسي تنقى للطفال يقلع لهم الدود الذي يوجد كرشهم ينقى الدم من السمون فيه البوتاسيوم الذي يضبط ضغط الدم ستجد المنافع في الطمرة يجعل المنافع بطمرة ستجد المنافع في الطمرة ساعدة للحصن الهدم ينقص من الامساك الناس الذين لديهم التخصص ينقص من الناس وضعه ينقص من الباصر والهدم يكون سهل يمسك ينقص الباسر ينقصه يليح للكبدة ينقيها تحافظ على صحة الكبدة ينقص من قرحة المعدة من قرحة الأمعال ونون العصبي ينقص من الغازات يحمي الجسم من الأورام ومن السرطانات والعيادة بالله حافظكم الله وحافظنا جسلي عندهم مشاكل في المسالك البولية في الكلاوي فهو مدر للبول ونزلي عندهم الحرقة للبول كرمكم الله يعاون الجسم باش يحارب البكتيريا والالتهابات والفيروسات موضات حياوي طبيعي للأكسادة يدبط مستوى السكر في الدم يعاون ويندم عمل البونكرياس زيحة للناس اللي يشربوا الدوطة الحلو القضو يستفيد من نفع التعب بصع ما يكتروا منه واحد عادي ما يشربش الدوطة بصح واحد اللي يشرب الدوطة السكر باش ما يزيدش يطيح لها السكر أكتر وأكتر بالرغم من هو حلو بشوية بصح يندم وسكر في الدم وينقصه بصح باش يستفيد منه يشرب غيشوية بيكترش كما انسان اللي ما يشربش الدوطة الجسم اللي عندهم الحمى ينقصهم الحمى اللي في الجسم يمنع الشيخوخة الناس اللي عندهم الفشل اللي عندهم التعب العياني دايماً ما ينقدوش عاية يشربوا عصير التمر الهندي يعاونهم الناس اللي يشربوا الاسبيرين ننصحهم بسكة تروج عصير التمر الهندي دايماً أنا نصح الناس اللي يشربوا الأدوية لازم عليهم يستشروا الطبيب قبل ما يشربوا حتى حاجة قبل ما يشربوا أي عشبة باش لا يقال لهم مشاكل في صحة الدعو من التعب المليحة هذه الجلفة التعب والتمر الهندي نقلع لها القشرة هذا هو اللي ناكلوه وهذا هو اللي نديروه عصير نزيد معه شوية ما ورد ولا مزهر كما تبغوك فاولة بالجلفة وهنا قلعت له الجلفة تكون حلو ريكم طريقة الاستعمال بإن الله تدو حبة التمر الهندي تحلوها كما هكا وتقلع لها الجلفة وتعصلوها بالضمنة تقلعوا هاد الخيوطة نراهم فيه تقلعوه هكذا تقلعوه لعلف اللي في الداخل تقلعوه 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 ستحصلوا على هذا الجيل هذا العصير قدروا تشربوا سباح عشية وهو واحد الماناة فيه كبيرة ويتطلع الماناعة وكيد كل الماناعة طالعة تكون الأمراض قليلة إن شاء الله هاد الفيديو تكون مفعتكم نتمنى الشفاء لكل المرة إن شاء الله تكونوا بخير ونتلاقاكم بصحة جيدة في فيديو قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته